أحدهم يسأل أيضا عن الصلاة النارية من حيث واضبت عليها وظنوا المرء أن بها ما ليس في الصلاة الإبراهيمية وهل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يلقنها لعارف أو بالتجربة التي ترى آثارها مما يستأنس به في هذه الأمور أولا الصلاة النارية هو اسم أطلقه بعض مستعملي هذه الصيغة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها أسماء أخرى لكن هؤلاء الذين أطلقوا عليها هذا الاسم رأوا سرعة فعال الاستجابة بها كما يقولون ثانيا هي ليست مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا نعم ولا أظن أيضا أن القائلين بها وبمشروعيتها يزعمون أن فيها أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما علمه أصحابه وأمته من بعده نعم بناء على هذا هل هي من الصياغ المشروعة بمعنى أننا أخرجنا الآن أن يظن أنها مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن في هذا الاسم توقيفا من الشرع لا هذه تسمية من بعض المشتغلين بهذه الصيغة وهي لم تثبت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الفقه ممن يرون صحتها بقطع النظر الآن عن الترجيح أيضا في حقيقة الأمر نكون منصفين لا يزعمون أنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بعد هذا ينظر هل ألفاظها هذه المشهورة المتداولة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى أو ليست موافقة أنا في الحقيقة في الألفاظ التي اطلعت عليها رأيت فيها محاذير شرعية نعم في ألفاظها لأنها ترفع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أنه رفيع المقام لكن بعض الألفاظ ترفعه إلى درجة الألوهية التي تدبر شؤون هذا الكون نعم بجلب الخير و بدفع الضر نعم وأغلب هذه الألفاظ موجودة في صياغها هذه الألفاظ التي تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة و تجعل منه هو عليه الصلاة والسلام لا من الصلاة المأمور بها عليه عليه الصلاة والسلام بل تجعل منه هو سببا لجلب الخير و كشف السوء و دفع البلاء و استمطار الرحمات فهذا فيه من الغلو و المبالغة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق و من أجل ذلك فإن الذي تطمئن إليه نفسي هو أن هذه الصيغة غير مشروعة غير موافقة لأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل و من سنة رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إذا جردت من هذه الألفاظ و من هذه الأوصاف لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فحينئذ ينظر فيها بحسبها أما هذه الصيغة المشهورة يعني فيها النص على أن به عليه الصلاة و السلام يكون انكشاف الكروب و قضاء به بذات رسول الله صلى الله عليه و سلم لا بالدعاء لا بالصلاة عليه و إنما به به تنكشف الكروب و تقضى الحوائج و إلى آخره هذه الألفاظ لا تليق لأن ذلك إنما كله بيد الله تبارك و تعالى و أمرنا هو أن نصلي أمرنا الله عز وجل أن نصلي و نسلم عليه و قد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كيف نصلي عليك فأخبرهم بأصيغة الشهيرة و فيها كفاية و غنية بإذن الله تبارك و تعالى و فيها خروج من الخلاف لكن مع ذلك أيضا حتى لا يؤخذ هذا الجواب و يجرد من ضوابطه أنها إذا جردت إذا كانت الصيغة صيغة صحيحة موافقة لأدلة الشرعية و لما يسمح به هذا الشرع الحنيف فحين إذن هي صيغة من الصيغة المقبولة التي لا إشكال فيها و الله تعالى أعلم أزاكم الله خير